في مدينة كنعان المزدحمة يتآمر أبناء النبي يعقوب على إلقاء أخيهم الأصغر يوسف في البئر في أحد الأيام المشؤومة بينما كان يوسف يرعى الغنم مع إخوته اغتنموا الفرصة لتنفيذ خطتهم الشريرة وإلقائه في بئر عميقة ومظلمة دون علم إخوة يوسف تكتشفه قافلة من التجار المارة بجوار البئر وتقرر شراءه كعبد مما يؤدي إلى تفاقم القسوة التي تعرض لها يعود إخوة يوسف إلى المنزل متظاهرين بأن وحشاً افترس أخاهم بينما ينع والدهم يعقوب خسارته بشدة بعد سنوات صعد يوسف إلى السلطة في مصر وأصبح مستشاراً موثوقاً للفرعون ويجد نفسه وجهاً لوجه مع إخوته الذين يطلبون المساعدة خلال فترة المجاعة بدلاً من الانتقام كشف يوسف عن هويته الحقيقية لإخوته وغفر لهم وقدم لهم اللجوء إلى مصر يجتمع شمل عائلة يوسف في مصر ليجدوا الأمان والمؤون الوفيرة أثناء المجاعة ويتعلمون أهمية المغفرة والمصالحة بينما يعانق يوسف إخوته تظل صورة الغفران والفداء المؤثرة باقية لتذكرنا أنه حتى في مواجهة الخيانة يمكن أن ينتصر الحب والرحمة